بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أيها المشاهدون الأفاضل سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج بيان وتبيان السؤال في هذه الحلقة يقول لماذا خص الله تعالى لفظ الجلالة بالذكر في قوله تعالى الحمد لله في سورة الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين فذكر لفظ الجلالة الله في سورة الكهف قال الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب فذكر لفظ الجلالة الله في سورة الأنعام قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور فذكر لفظ الجلالة الله وفي سورة فاطر قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض فذكر لفظ الجلالة الله وكذلك في سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ما السبب في ذلك؟ لماذا لم يقل ربنا مثلا سبحانه وتعالى في سياق آخر أو في نفس هذا السياق الحمد للخالق الحمد للقادر الحمد للكريم فلماذا خص الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة اسم الذات سبحانه وتعالى في هذه السياقات القرآنية أيها المشاهدون الأفاضل عندما نتمعن في هذه السياقات لو قال الله عز وجل مثلا الحمد للقادر بدلا من أن يقول الحمد لله قال الحمد للقادر لكان الحمد مختصا بصفة القدرة فقط دون غيرها من الصفات ولو قال الحق سبحانه وتعالى الحمد للكريم لكان الحمد منحصرا ومحددا في صفة الكرم دون غيرها ولو قال الحق سبحانه وتعالى الحمد للحليم لكان الحمد منحصرا في صفة الحلم دون غيرها من الصفات لكنه لما ذكر الحق سبحانه وتعالى الصفة الذات لفظ الجلالة دل على أن مجابع الصفات كلها الصفات الحسنى الصفات الألوهية وصفات الربوبية كلها تندرج تحت هذا الاسم العظيم اسم الذات الله سبحانه وتعالى هذا من ناحية من ناحية أخرى أن لفظ الجلالة الله يتناسب مع ذكر العبودية قال الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد لفظ الجلالة الله يتناسب مع لفظة نعبد لأن الله كما يقول أهل اللغة مشتق من الفعل أليها أي من الفعل والفعل أليها بمعنى عبدا والإله أي الإله المعبود ولهذا نجد أن أكثر من خمسين آية في كلام الله عز وجل جاء فيها لفظ الجلالة مقترنا بلفظ العبودية بلفظة أعبد أو نعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون فناسب لفظ الجلالة ناسب لذكر العبودية لله سبحانه وتعالى هذا أمر أمر آخر عندما نتمعن في ذكر الصفات المختلفة للناس للبشر نجد أننا مثلا عندما نقول الحمد للقادر كد تكون القدرة لأي إنسان كان تحمد إنسان لقدرته إذا قلت مثلا الحمد للكريم قد يؤدي بك الأمر أنك تحمد إنسانا فيه هذه الصفة إذا قلت مثلا لأحد الحمد للحليم قد يتبادر إلى ذهن بعضنا أنك تثري على إنسان اتصف بصفة الحلم هذه المعاني المشتركة قد تتبادر إلى الذهن لكنك إذا قلت الحمد لله كما قال الله عز وجل تبادر إلى ذهنك أن الحمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى من هنا ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة اللفظ المعنى الذات الدال على الوجود المستحق لجميع الكمالات من هنا تعددت هذه السور القرآنية وتنوعت أنواعها وتعددت سياقاتها وذكر الله عز وجل فيها في هذه السور التي ذكرناها لكم جملة الحمد لله دون غيرها من الصفات للأسباب التي ذكرتها لكم آنفا فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة